موسيقى 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 ولكن في الجو هذا الجديد اليوم في استوديو سيلا بكم يخفو ومعايا اينا اول مرة انا فرحانة برشا اللي انتي حاضر بحثينا وفرحانة اللي فما صوته حلو وقعد يخدم على روحه برغم من الصعوبات وبرغم اللي راه وفما برشا ضغطات نعرف مليح فنين شيب اكاديميا متكون في الموسيقى استيد الموسيقى قاعد يشوف قديمه في ناس قاعدة تطلع كل يوم وملايين فيو وكجاو هذيك الكل ولكن هو شيد طريقه على روحه يخدم دبا دبا بلي نجم من غير حتى الغش معناه مفميش الغش مش موجود لا فما بطاش سبونسوريزي لا فما فلوس تتدفع اللي نيس مع اللي نيش باش تتعدى جميع تقولك عليه انا عملت مثلا كابات بوزين كرنيتي مع الفن المحمد جبالي تونسماوها عملت لها سبونسورينج على الباجنتاعي لحقيقة معناها لانه مفميش ورايا شاركة او مانيش أنا زادة يس اللي بس عليا ولكن يمكن السلاح انتاعي هو الثقة في النفس والايمان بنجاح معناه انت وقلت حاجة معناه لخصت دنيا الكل معناه قاعد واحد يخدم رجلو وتخلي الدومين من البيب الكبير لان انا عامل راشدية أول ما عملت ثموت عشر ستاني مشي تخليط بطاقة الاحتراف معناه كل حاجة تتعلق لي فوق ماسيور كل اللي عملتهم اي حاجة تتعلق بالميدان هذي عملتها من البيب الكبير بشهادتها بامورها بكارثة عملتها بصحيح بصحيح وتشوف ناس تطلع جيت البارح وتشوف ناس تطلع ماشي على قوية صحيحة وتشوف ناس معاندا حتى عالقاب الفن ما نحكيوش حتى عالصوت وعلى برج حاجة اخرى ولكن اللي خليك تشد صحيح هو الايمان انتاعك انك بيش تنجح يجي نهار وبيش تاخد حقك فنمت هذيك اللي خليك تقول تيها اوكي خليهم بتاتخ فما نهار ربي واحد شي كتابلو فيه ياخو البلاسة صحيح انتاو ان شاء الله اكيد ويشد صحيح خاصاني عارف روح وماشي في الثنية صحيحة مش بساهل رو كيشد اثنية صحيحة في عموما في كل شاي في كل اختصاص مش بساهل توصل لازم برشة اتعب هذيك الطريقة الصعيب اللي واحد عارف روحه اللي هو ماشي في الطريقة الصعيب نعرف مليح اللي في الدنيا هذي في كل اختصاص فما جيمال به والخايب وصاعات الحاجة اللي ما تستاهلش هي اللي تاخو حظها اكثر من الحاجة اللي تستاهل هذيك ضريبة الحياة هذيك القاعدة القاعدة اللعبة ولا قانون اللعبة ولا هذا ممنع شهنا لانا محظوظ برشة مع الصحافة في تونس معنا البرامج الاعلامية لانو من اكثر الناس اللي في عمر ينتعد معنا منذ 2014 من اللي بديت نعمل في اغاني لحقيقة برشة بيبين محلولة فما بيبين مسكرة اتوتت حل ونعمل سنقرر على روحي لاني وعندي اللوميني ما متاع انسان ينجم ينجح في تونس لان نعتبر روحي محظوظ فرحان برشة بلي عملته خاطر كل مرة نقارر روحي بالعامل يتعدى نقارر روحي نشوف اللي زي ما اشتاع قبل نشوف فكرة الناس قبل نشوف اليوم قادش عندي ناس تتبع قيمة اليوم في الاعلام ولا قدام الجمهور لا يوجد روحي قاعد نقدم يساسب هذا مهم جدا والبداية كي تبدأ صحيحة راه قد ما يتول بك الزمين ماكش بشتيحة كتيحة الخايبة كيد فما واحد ساعات يتعب شوية يرطح شوية ولكن خلينا نكونوا نبدأوا ببداية صحيحة هذا اللي به الفيد نحكيه على فجي فتحي فنين عنده توا 12 غنية بجيت أول غنية 2014 انت غير الناس مع شكر بوزيين تحيالي انا اخذت عهد على روحي ودايور في كل البساج نعم ونحكي عليه حتى كما نجبدوش غنية تنتغر الناس نقول فما ناس عاونتني لانو شكر بوزيين الفنين الكبير نحتر مبرشة ما عاونيش كان بالغنية انا وقتا احتكيت بيه بوندون تولي ثلاثة شوور ومشيت بحضيه للدار بش حفظت الغنية بالعود اعطاني نسايح وقتا انا بش نعمل بش نعمل التواجه بش ناخو ما نشوفش نقرة في الجامعة نساحني حاجات حتى في الكمبورت منتاعو كفنين شوفتو في دارو كيفش يتصرف اثرت بيه نحتر مبرشة ولحقيقة الكادو اللي قدمهو لي السوختو انا يمكن الغنية كانت كادو كانت كادو انا صرفت كان على ال اي بالضبط لا بلاخذاش فلوس صرفت انا كان على التنفيذ ومبعد قال لي ما تستنى شي من حد اخدم على روحك تعلمت في انت غنية كيفش يتم صناعة غنية كيفش تدخل الستوديو كيفش تبدأ ومبعد صحافة كين البث التجريبي وقتها تعلمت فيها ومبعديك الحقيقة انا شمرت على ايديا وكنت نستحفظ ونخبي فلوس بش نعمل انتاج خاص ونكلم لنتصل باللوج لكونتاكت لانتاج الصحافة ومبعديك بشوية بشوية تعلم برشة حاجات بش نجم يشد الاثنية ووليت الحقيقة هاجس ونعمل اغانية ووليت حاجة مع كل ادمان مهم برشة الفكرة اللي انتي توا عندك وقعد تطبق فيها انه الفنين يكون عنده اغانيه الخاصة مش مربوطة بالامكانيات ولا بالعمر ولا بالشهرة ولا بالنيس اللي تبع فيك قديش هوما قديش النسبة متاحهم وانما مربوطة بحاجة بينك وبين الغرام الغرام اللي هو الفن والموسيقى اللي قاعد تقادم فيها فمهم زد ان واحد يكتب اسمه متعرش على الدنيا نهار اخر بعد تكون في بلاد اخرى ربما يقولك والله هذي هنا سمعنا به تنجم راه وتضوي على البراني راه وانيت يقولك ها والله سمعنا به ها وجاي في مصر ولا في الخليج نشارك مثلا الحمفة مه برشة نستعرفني صدري مه غير كيفي مش كما كانت تخدم في بلاد اللي هاي الامور ما شافاها مريقلا يكون اسمي اكبر من هك دوك الناجة ما نمشي نشارك طو في برنامج معناه من البرامج العربية طو بعد يقولك اتيها شبينة ما نعرفوش ولا وليوي دوك مالو غزمان معناها خطر احنا زادة فما شوي بخل من الناس اللي هيا نرمو تلوج حطر انا وكينا عم في فوق ما يكونش كافي اذا كان انت زادة ما تكونش وقتا قاعد تلوج وقاعد تدعم في العباج دوك هذي الحقيقة انا عملت عملت كليب اسمه غنية مغرورة وعملت معها زادة غنية وعملت كونفيرنس دو بريس علش عملت غنية فرد وقت مع الكليب قلت كي بش نمشي الراديو الناس بش نمشي لغنية المغرورة معروفة ديجت عدد قبل قلت الناس مش مش تفرج في الكليب في الراديو دوك هيت نعمل حاجة جديدة بش كنمشي الراديو تكون عندي حاجة جديدة دوك هذا تخميم من اللي صغير معناه في عمور سعدة سنة عملت كونفيرنس دو بريس جايوني صحفيين نعملت برجيكسيون تالك لقاعد نحاول وقته برغمالي إمكانيات بسي تعال تحب ديمة الدخول من الببلي كبير تحب ديمة الحاجة تكون معمولة على قاعدة ما نتعلم من الناس الأخرين اللي ناشحة منتعلم المصار ونتعلم الليبناني ديوم أقوى منه في الميدان هذي دوك حتى تويكلة سيانس توطولي نعملهم وإلا حتى تغنيك تشوفهم على اليوتيوب ديما نشوف شفم ما توا طالع شنو الحاجة اللي تالعين نحاول نقربهم لماكسيما بكي مقودك لماين دوباغ حبينا ولا كرهنا صورة هي يعني هي نصف متاع تشويق خاطر اللي بش تعرضو ربما يقانيتك على اليوتيوب بش عمل طالع أول حاجة بش تشبدو هي صورة مبعد بش يحل الفيديو بش يسمع الأغنية وهون مهم برشة واحد يخدم على صورة متاعه مش بالضرورة يجب يكون شركة كبيرة لها بيه ولا يكون موجود في دبي ولا في مصر ولا في لبنين بش يكون عندو صورة واضحة ومزيينة حتى في تونس معناها تنجم بليموين بار معناها تنجم ديما نحكي حتى في كل مورو معناها نحاول نحكي على كيفاش بديد نحط معناها كبديد بدم معناها بامكانية بسيطة على الأخر بش ليجان كاسموني بش نكمل مع تقصوا على كلمك بالعصال وشهد وبالله ذي هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر